ويا هذي عدت نصورها من كتب الصور اه وحطها في الانستجرام لنقيتها حتى فيديو عشان شرحها بشكل سريع لاحظة الدي امبلنت هنا من صورها او رسوماتها للخيل هنا رسمة لاحظ لاحظ لما تصور خيلها اللي خدتها الكرابة من اه مربط على لباشة في مصر او من خيل اه الجزاء العربية لما راحد لبررشيد راحد للنجد والعراق والشام هذا الواقع هذه الرسومات هنا برضو رسمة ثم نجي للواقع بعد نفس الشخص هذه خيل الدي امبلنت وهذه رسمات الدي امبلنت لاحظ باي لايدي امبلنت باي لايدي امبلنت وهذه خيلها كتبت كم شكعة عامة خيال عربية وما ذكر البلنت سوى نزوجها او هي فانا حاطت هنا الملاحظة خيال رسام هنا واقع صورة لاحظ الفرق بين الصورة والواقع مع ان نفس الشخص هذه الرسامة نفسها اللي تملك نفس الخيل لاحظ كيف رسمها مختلف عن واقع خيلها فما كان الاخرين اللي اصلا ما يملكون نفس الخيل اذا كانت سابقا موضوع هذا لما تكون حجتك بالصور ما يمكن يكون الرد على حجة بالصور برسوم زيتية الرسوم خيال والصور واقع ومع ذلك الرسوم من كل عشر رسومات سبع او ستة على اقل تمثل واقع لكن يخلونها يجون من الرسومات الشاذة كأنها هي الواقع ومع ذلك لاحظ نفس خيل هذه الرسامة هي هذه هي هذه طبعا عاد بشكل خيل كرابت هذا عاد جاهل او متجاهل فخيال الرسام واقع صورة لاحظ الفرق بين الصورة والواقع واقع مارم بسوك